اشتركوا في القناة ويكشف عن سبب نجاحه وكشف النجم الجزائري رياض محرز عن سر نجاحه في مشواره كرة مؤكد على ضرورة المثابرة على النجاحات وهذا لن يكون سوى بالعمل اليومي والجدي من أجل الحصول على أفضل نجاحات وقال محرز في تصريحاته هذه هي كرة عليك دائما أن تنظر إلى الأمام فالجماهير لا تنظر إلى الماضي بل ما يهمها هو الحاضر إذ كنت قد فجت سابقا فعليك العودة من جديد ومحاولة تحقيق الفوز ما هل نجاحه telesخت academy فهو لأن نجاحه كوب دي مونت أما عادت أخرين فكرة والنجاحةojه يعني يا آمين تروح كوب دافريك ربع سنين تروح كوب ديمون ما نقول لك شاهد لك أنا في قرعه وحده ما نقول لك شاهد بي أنا شاهد بي في ذلك البرتية كين ماركي قد شاهد بي أنا وقال المحرس بتصريحاته هذه هي كرة القدم عليك دائما أن تنظر إلى الأمام فالجماهي لا تنظر إلى الماضي بل ما يهمها هو الحاضر إن كنت قادر قد فست سابقا فعليك العودة من جديد ومحاولة تحقيق الفوز وأضاف شاهد فقط كيف انتقد الجميع كليني الذي قاد فرصا للتتويج في كأس العام 2018 لكنه أضاع ركل الجزاء أمام سويسرا فالجميع انتقده واعتبره السبب الرئيسي في خروج ديكا وتبع هذه فلسفة في كرة القدم عليك أن تفكر في المستقبل وتحاول دائما التحقيق الفوز وهذه هي عقلية عقلية اللعاب الناجح دائما وإن المثل من نادال وإن فاز في 13 مناسبة وفي أحد مباريته كان منهزم لكنه عاد بقوة وقاتل على كل الكورات ونجح في الفوز باللقب بضغم أنه كان قد فاز باللقب في 11 مناسبة وختم كلمة هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين فهم يلعبون دائما من أجل الفوز ليس مرة واحدة فقط بل في كل مرات تحاول 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 لا الأمام كما نرى بالقائد قال لهم قال لهم زتيها لكوب دافريك تحاول 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 30 عام تحاول 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 نحاول جديد تحاول 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 تحاول